بص انا عارف ان منظر غريب او ان انت تشوفني برا القوضة بتاعتي صح اه شباب ايه لاغور بصوا في العادي ان انا بصور في القوضة بتاعتي بس اه انا قلت بما ان الموضوع الفيديو بتاع النهاردة مختلف شويتين فانا قلت خلاص يعني نخلي الاختلاف بقى بشكل عام في المكان بقى وفي المضمون وفي كل حاجة من كم يوم كده كنت طالبت منكم ان انتو تكتبوا لي اسئلة حتى لو ملاقاش علاقة بالانجلش فسبحان الله كل الاسئلة اللي اتكتبت ملاقاش علاقة بالانجلش خالص ف انا جاي النهاردة اجابوكم على بعض الاسئلة اللي احنا قدرنا نجمعها يعني من الكومنز بتاعتكم بصوا في الطبيعي ان انا بزعق او في الانترو بس انا في السطح بتاع بيتنا وفي ناس نايمة حوالينا لان ساعة دلوقتي ستة صبح انا عاد بصور وقدامي بلكونات وناس نايمة وبتاع فمش اقدر علي صوتي اول ومسال فل ابر باضي معكم عمر عبدالرحيب من عمر جد حضرك تعرف تقرى قرآن كويس وباللسان عربي فصيح ولا الانجليزي مؤثر عن الموضوع زي ده لان معجب بقراءة القرآن الكريم وخايف الانجليزي يأثر علي في موضوع زي ده الحقيقة عمر لا والعكسة تماما انت قراءتك للقرآن والتجويد بيحسن الالفاظ مخارج الالفاظ بتاعتك مخارج الاصوات بتاعتك بتكون افضل خاصة حروف زي التي ايتش وما الاخرى ممكن تقابل شوية مشاكل في حرف البي وحرف الار ولكن ده هيتعدل بس تقدر تقول ان قراءة وتجويد القرآن هتعتبر زي تدريب للسانك عشان يتحسن محمد صالح كيف بتحافظ على ر رشاقتك كيميا ليه مش بتعمل فيديوهات عن تعلم اللغة الالمانية السؤال ده والدي بيسألولي كتير قوي بس المشكلة ان انا من ساعة الفين وعشرة وانا ما بعملش براكتسن خالص للدويتش او اللغة الالمانية فبالتالي انا غير مؤهل ان انا اقوم بتدريسها دلوقتي فان شاء الله يحصل عن قريب لو حد من المتابعين عزمك على رحلة سياحية مدفوعة التكاليف لدولة سياحية تقبل تروح يعني هو بس ياخد الخطأ وانشوف يعني خليج بس احمد حسن اخوة حضرك اسمه ايه وياريت تعمله فيديو مع بعض اخوي اسمه احمد وهساب لك لينك للشانل بتاعته موجوده في ديسكريبشن بتاع الفيديو ده هو بيعمل فيديوز عن التك ان الموبايلات بقوا كده وعلى فكرة هو قرب على الميت الف سبسكرايبرز فتقدروا تروحوا تشوفوه كده عشان الناس بتعطيك دول بيدوا هدايا الايام دي فهمني لما بيجمعوا ارقاميها ايمن اسماعيل ايه اللي بيميز جيتوي عن اي منافس اخر بص هوا مميزات كتير بس اللي موجودين حالان في دماغي اولا عدد الناس جوه الساشن ما بيتعداش عشرة ثانيا السيرفوس بتاعيتنا كلها موجودة اونلاين و اوفلاين ثالثا مقارنة السعر بالخدمة اللي بتقدم وعدد الساعات اللي انت بتتميز به ايه 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 شيء لا يوضاهى ابدا رابعا لان احنا تقريبا المكان الوحيد اللي بيدمج جنرال وكونورساشن مع بعض يعني انت معظم الاماكين لما بتروح تاخد فيها كورس انجلش بيقولك طب الله فيه جنرال وفيه conversation عايز اني لا احنا دخلنا الاثنين في بعض بحيث انت مش محتاج ان انت تتشتت خالص فانت بتدرس vocabulary بتاخد grammar بيشرح لك كل حاجة انت ممكن تدخيلها في الانجلش ولكن في شكل conversation اكتر ميزة انا شايفها مهمة جدا ان محدش من الترينرز بيقولك ذاكر يعني محدش بيقولك ذاكر المذاكرة بتاعت الكتاب واللسطوانة والحاجات دي لأ بتاخد تاسك تعملها مفصلة على احتياجاتك انت بشكل مختلف كده يعني هتعرف اكتر ان شاء الله ما تيجي جد وي نقل رحلتك في التعرف على اصدقائك احمد ابو زيد وكيميا وشاهين والله يا جماعة بصوا هو يعني كل واحد فيه لي رحلة معينة يعني احمد ابو زيد ده انا تعرفت عليه في ايفنت اه شاهيني تعرفت عليه في ايفنت كيميا تكلمنا اونلاين وتقابلنا لما جي مصر فدي خليها كل واحد يوم يستعى الفيديو عمر السؤال الاول اكتر صفة فيك تتمنى تتخلى عنها يمكن ان انا مش بدي نفسي بريك كتير يعني انا افاكر شهرة عشر اللي فات بتاع السنة اللي فاتت كانت جات لي حالة نفسية وحشة قوي وبدأت ان انا اقذي اهل بيتي بكلام جارح وبصوت عالي وبتاع وكل ده بسبب ان انا عدت حوالي اربع سنين قبلها مخدتش بريك كاملا يعني حتى لما كنت باطلع مصيف مع اهلي مثلا كنت بشتعل من الموبايل وواتساب واكتب سكريبت وكده فما بديش لنفسي بريك سؤال التاني هل ممكن يوم تفاكرة تترك اليوتيوب في الوقتي الحالي لا يعني انا ما افكرش في حاجة زي كده محمد اشرف ايه اكتر حاجة بتحب تعملها غير الاكل والنوم وشغلك حاجتين ان انا اقعد العب معيالي جدا ثانيا ان انا العب call of duty موبا على الموبايل علي باسمي هل كنت تتوقع في يوم الايام انك توصل للي انت في دلوقتي ولا الحظة كان يدع معيك انا بس مش هقول عليه حظ قوي انا تعبت يعني انا تعبت جامد اكيد اشتعلت على نفسي زي التوفيق من ربنا سبحانه وتعالي بس خلينا اقولك التعب اللي انا تعبته وما كانش في نفس المجال ده كان في مجال مختلف هو اكيد ربنا سبحانه وتعالي بيكافئ الانسان مش شرط من نفس الجهة عثمان احمد الجبالي ايه السر المقدمة اللي بتعملها كل فيديو ومسائل full everybody السر ان انا عادت اعمل فيديوز كتير قوي وفجئت مرة واحدة ان الفيديوز اه في صفحات بتاخدها يعني تعملها داونلود وتنزلها على صفحاتهم كأنها بتاعتهم فالناس يتابعهم هم وانا في الفيديوز دي ما كنتش بقول لا اسمي ولا بكتب اللينك بتاعي ولا الايكونة ولا ولا اللوجو ولا اي حاجة بالتالي كنتم احتاج حاجة تنيزني جدا تنيز الفيديوز وفي نفس الوقت اسمي يتقال فيها فقعد كده مرة قدام الكاميرا وعايز اطلع بحاجة لقيت نفس تلايك بيوم سائل full everybody كل بزرط محمد ايمن اه في مرحلة حراكة العمرية اللي فاتت كنت بتقضي وقتك او يومك ازاي اقصد قبل الجواز اصلا ياريت لايك عشان السؤال يوصل هو ووصل يا محمد من غير لايك ولا حاجة اه بص هو انا قبل الجواز كنت مركز في حتة الشغل دي قوي يعني لدرجة ان انا قبلت مراتي في جيتويف في المكان اللي انا بدي فيه اياه اياه كانت او متدربة عندي متخيل فكان معظم يومي ان انا بشتغل او بشوف اصحابي اياه احمد نصيحك ان نفسك حد ينصح لك لما كان عندك عشرين سنة بصي اياه او انا لما اتخرجت انا اتخرجت عندي عشرين سنة لان انا اساسا كنت داخل مدارس بدري شوية فانا كنت متخرج عندي عشرين سنة وشغال بقى لي ست سنين يعني عندي ست سنين خبرة في شغل فلو كنت هتمنى حد ينصحني عنك في ساعتها كان ممكن ابدأ البزنس بتاعك بدري او او شفت الكارير بتاع الانجلش بتاعك بدري شوية بس اكيد ربنا سبحانه وتعالى ليه حكمة في ان هو قدر ان انا افتح الشركة دي في الوقت ده وشفت الكاريرل انتو انجلش ترينيج في الوقت ده يعني يمكن لو كنت حولت من قبلها او بعدها ما اعرفش ايه اللي كان هيحسن ساعاتي مي مغامس ممكن افهم ليه ابتسامتك حلوة هيك وليه عندك الكاريزمة الجذابة يعني اذا عارف اي مي الامورات تترجع على الفيديو ده محمد تامر نصيحة لطفل تحت 18 سنة ثلاث حاجات اهلك دينك مخك يعني اسمع الاهلك جدا اهتمي بدينك جدا غز مخك قوي يعني ادرس وتعلم اي حاجة حتى لو انت مقتنع مفل منك مش هتعمل بها حاجة قدام متعرفش الخير هيجلك منين ومتعرفش انت هتتخصص في ايه قدام بقعد ابني في السكيلز بتاعتك انا بشتغل ان انا عندي شركة تدريب اسمها جيتوي انجلش كميونيتي بنقدم عن طريقة انجلش كورسز تاني حاجة ان انا content creator على سوشال ميديا على يوتيوب وعلى فيسبوك وانستجرام هلتوا رابع حاجة مش هنفع تكلم عنهم دلوقتي لان هما لسه مطلعوش لنوي يعني هما two other businesses جدا هبقى تكلم عنهم بعدين ان شاء الله خلينا بقى ناخد شوية اسئلة من انستجرام احمد شهين اكتر الناس بتحبوهم في صحابك مين بص لو هتقول صحابي صحابي اه احمد ابو زيد وكيميا وشاهين يعني هما اكتر الناس صحابي في الوقت ده معنى سبحان الله ما مرفناش على بعض غير من فاطر قريبة يعني ولكن في الناس بقى مش هقولوا عليهم صحابي يعني هما ثلاثة ام اخوات احنا متربدين ما بعض من زمان فدول يعني خرجوا بره دائرة الصحاب وما بقى اخرى فلو هنكلم عنه الصحاب احمد ابو زيد وكيميا وشاهين انت شاهين يا محمد طلاح اه ليه مفيش سلسلة كاملة زي مثلا تعليم من الصفر خالص انا بحبك وبحب شرع حبيب محمد في سلسلتين انا اشغال عليهم دلوقتي بس مش هنزله على يوتيوب هنزله على منصات اخرى وده لقى سباب كتير منها ان هيبقى فيه فالواب لحاجات كتير قوي غير الفيديوز بس انها مش هتبقى مجرد فيديوز وخلاص فاستنى ان شاء الله قرائب يوسف حصل لك حاجة سلبية او موقف سلبي وبسببها بقيت ايجابي بشدة اه اه بعد ما تجوزت بحوالي سنة ونوص مراتي كانت حامل وتعتبر ما كانش لايه مراتي بخضر فضلت في ازمة مادية لمدة مثلا سنة والازمة كتواصل المرحلة وحشة جدا لدرجة ان انا كنت اطلع منها حاجة من الاتنين يعني اشتغل في حاجة غلط عشان اقدر اجيب فلوس يعني مكتر اوي وزود المجهود في الحاجة الحلال عشان خاطر اجيب فلوس حلال فكرارت ان ده مش هيحصل تاني ان شاء الله فده استباع على نفسي جامد وبتاع كنت بشتغل في اليوم يعني مليموم 16 مثلا ساعة 14 ساعة ولا حاجة فالحمد الله ربنا كرم انجليش والسمر امتى حسيت انك عايز تبقى مدارب انجليش وخدت الخطوات ازاي وشفت نفسك فين قبل ما تنجح انا خدت الخطوة دي في 2012 لما كنت شغال ساعتها soft skills trainer كنت بدارب الناس على soft skills كلها وخدت القرار ده لان soft skills حلو قوي وكمان الدخل بتاع كويس قوي ولكن مش دائمة يعني انت ممكن تشتغل شهرين 3 في السنة كلها وقاعدة بقيت السنة بتطري ما بتعمليش اي حاجة فانا ده ما كانش عاجبني ساعتها حسيت ان الانجليش number one needed skills في العالم كله اكتر مهارة ناس كلها محتاجها في العالم وانا الحمدلله انجليش بتاع كان كويس وعندي teaching او training skills فاخكالة دي في دي ما تقبتش يعني اه فانا كان عندي خبرة تدريب من قبلها فكنت عارف ازاي اف قدام ناس فما كانش صعب علي اي انا اتقبل مثلا في مكان عمر اه دي في دي اي مثلا انت عندك كم سنة 30 سنة السؤال ده انا شفتو كتير او يا جماعة انا موليد 3-3-1990 اه طور 2886 اه بعد التخرج اعمل ايه اركز على ايه انا متخرج من شوية اعتبر اه ركز ان انت تعلم حاجات كتير قوي خاصة الحاجات الفريلانسنج خاصة الحاجات اللي تقدر تشتغل بها من البيت لان دي هتعتبر باك اوب بليك كده او حاجة اسمها passive income اللي هو الربح اللي بيخش لك ومش مضطر ان انت تشتغله كل يوم من كذا لك مثلا تاني حاجة ممكن اقول لك عليها لو انت حاسس انك مش عارف انت عايز ايه ومش عارف ايه الشغلان اللي انت عايز تستقرر فيها قوضت نطط كتير قوضينا شهر شهرين قوضينا سنة سنتين ست شهور قوضت نطط لغايت ما تلاقي الشغلان اللي انت حابب ان انت تفضل شغالها الفترة مثلا سنين ولا حاجة اه ريهام الملاح مفيش فرع ليك في اسكندرية بس اريد تكون انت اللي بدرس اه في فرع في اسكندرية يا ريهام بس اطبع طبعا في الفترة اللي احنا شغالين فيها دي احنا شغالين اونلاين مش اوفلاين هنرجع ان شاء الله اوفلاين قرائب ولما نرجع اوفلاين ان شاء الله انا كده كده بدرس فيه وفي الدقي بره الجانة محمود حقي حضرك من اكتر الناس المحترمة انا شفتها في حياتي ربنا خليك يا جانة ربنا بارك لنا في حضرتك ومن نجاح لنجاح اكبر يوقياكم ان شاء الله جانة عاوزين نعرف التيشرت هنزل امتبصي اوه في موضوع تيشرت ده عشان انا شفت الكومنت ده كتير انا لغاية دلوقتي بجرب يعني كوالتي مختلفة من مكان لمكان تاني لان انا عايز يوم اعلن على التيشرت اللي هو متاح يبقى انتو تاخدوا انظف كوالتي المسلا تيشرت اللي انا لابسه ده مش انظف كوالتي انا استقبلته فان شاء الله قريب جدا اا اي كيو ميرلا اا ليه لسه عايش في مصر ومات عايش في امريكا او استراليا او اي دولة في بالك والله يبصي يعني هو حتة السفر دي عمرها مكانت رغبة بالنسبالي يعني انا انا مش عايزة سافر وعيش برا وهاجر واخد جنسية وبتاعها خلص معرفش يعني مش 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 من هوياتي او مش من رغباتي انا بحب السفر جدا بس اللي هو اسبوع اسبوعين بكتير قوي في حتة وارجع حتة ان انا سافر بقى وهاجر وبتاع مش عارف مش حاسس ان ده رغبة من عندي اا روجي حنا انا يا رب اكون بس بس مش عارف انت لاي اسم بسرعة موضوع بالحياة كمان ولا اللي منشوفه بالفيديوهات مجرد تمثيل والله انا مش عارف اقول لك في الحقيقة انا عامل ازاي بس في الحقيقة لأ انا مختلف شوية عن الفيديوز انا بسمع كتير قوي اكتر بكتير من من انا اتكلم يعني معظم الناس اللي بتشوفني في الحقيقة منكم بتقول لي هو انت قاعد متدايق من حاجة لا انا خالص مش متدايق من حاجة خالص انا بس مش بتكلم كتير يعني يمكن اطول وقت بتكلم فيه في حاجتين بس في قدام الكاميرا او لو وقف في كلاس مثلا او في ترينيج بس في الحقيقة بحب الازهار والديحكو بتاع طب عشان خطر ما اطولش عليكم خلينا نكمل الفيديو ده على القناة التانية بتاعتي بتاعتي الفلوغز عشان انا مش متعود ان انا اديكم فيديو طويل قوي قوي على القناة دي فبعد الفيديو ده ما يقفل هتلاقيه ظاهر هنا كده او ظاهر هنا فدوس عليه وتقدر تكمل الاسئلة براحتك ياريت تكتبلي في كومنت تقول لي ايه رأيك في اللي احنا عملنا ده يعني ان انا اكتب بوست تكتبوا لي اسئلة ألمها وابتدي ان انا اجاوب عليها على الشانو ايه رأيكم في اللي انا بقولو ده ونبقى نلزله على القناة دي ولا القناة التانية بتاعتي الفلوغز بتنساش تقول لي رأيك في الموضوع ده دي كانت معظم الاسئلة اللي قديتها لمها وانا لميتها بشكل عشوائي جدا يعني ما شفتش سؤال مثلا وقلت اص سؤال ده حلو هيت ولا خلص الموضوع تمت رية عشوائية جدا بحتة فاتمنى تكون استفدت النهاردة او ما استفدتش او اتمنى ان اتت تكون زي تعرفت عليها شوائي النهاردة و thank you very much for watching واشوفك ان شاء الله الفيديو جاي